الفرق بين النفس والروح وهل الذي ينفخ في الجنين النفس أم الروح الذي ينفخي الروح ما هي الروح وما الفرق بينه بين النفس بالنسبة للروح هي واسيطة الحياة الجسد هذا لح مدم يعني شيء معتم وشيء جامد ليس حيا هذا شيء جامد لكن الروح هي واسيطة الحياة هي التي تجعلنا تحرك وإلى آخره أما النفس فالنفس هي التي تحب وتكره هي التي تغضب وترضى هي التي فيها العاطف وفيها الغلظة هذه الأشياء المعنويات الخلوة لنقل الحاجية الإنسان يحتاج أن يحب ويحتاج أن يكره يحتاج أن يأكل يحتاج أن يشرب يعطش ويجوع ويشبع هذه كلها النفس وهي التي تحب الملذات وتحب الشهوات وهي أعداء أعدائنا أعداء أعدائك نفسك التي بين جنبيك وكما يقول إمام الشافعي رحمه الله نفسك مطياتك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر ولكنها تروض فكلما روضنا النفس على الطاعة صارت تريد الطاعة وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محظاك النصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكمي والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي طيب فالنفس كما قلنا هي التي تحب وتكره وإلى آخره أما الروح فهي واسطة الحياة واسطة الحياة وهي التي تنفخ في الجنين واسطة الحياة